اشتركوا في القناة لم يكن بها من العسكر أحد لأن السلطان ومن معهم من العساكر كانوا عندها يمنعون العدو عنها فأتتهم هذه الحركة بغتة وصاروا في الهزيمة كالغزال فأتتهم هذه الحركة بغتة يريد أن يبرر الهزيمة يقول أتتهم هذه الحركة بغتة فأتتهم هذه الحركة بغتة فلم يدخلها أحد من العسكر وكان ذلك من فعل ابن المشتوب لاحظ حواله على مفلس على مفلس على مفلس كل الأمور رماها بابن مشتوب هالابن مشتوب سبقي شيعي رافضي فاطمي اسماعيلي حشاشي جهمي معتزلي صوفي قبوري يهودي مجوسي صفوي يقول وكان ذلك من فعل ابن المشتوب لا جرم لم يمهله الله وأخذه أخذة رابية على ما نذكره إن شاء الله أقول هذه حواله على مفلس يرمون خيبتهم وفشلهم على أسماء وهمية أو شخصيات معدومة التأثير بينما حقيقة ما حصل ويحصل يرجعوا إلى الفشل والتقاعس والجفن والخيانة عندهم والاستراع على المال والمنافع والنفوذ يكمل ابن الأثير يقول وأحاط الفرنج بدمياط وأحاط الفرنج بدمياط وقاتلوها برا وبحرا وعملوا عليهم خندقا يمنعهم ممن يريدهم من المسلمين وهذه كانت عادتهم وأداموا القتال واشتد الأمر على أهلها وتعذرت عليهم الأقوات وغيرها وسائموا القتال وملازمته لاحظ هؤلاء العرب هؤلاء المسلمون قاوموا بما عندهم هؤلاء المساكين يقول وكثر القتل فيهم والجراح والموت والأمراض ودام الحصار عليهم إلى السابع والعشرين من شعبان سنة ستة عشارة وستمائة سنة ستمائة وستعاش هجري فعجز فعجز من بقي من أهلها عن الحفظ لقلتهم وتعذر القوت عندهم فسلموا البلد إلى الفرنج في هذا التاريخ بالأمان فخرج منهم قوم وأقام آخرون لعجزهم عن الحركة فتفرقوا أيدي سبا أيدي سبا أقول استمر حصار دمياط لأشهر عديدة فأين أبناء العادل وعدل العادل من أهل دمياط وحصار الفرنج لهم وموت أكثرهم بالقتال والجوع والمرض حتى احتل الفرنج البلاد فهل لا زال الأيوبيون في صراع مالي سلطوي تاركين المسلمين في ضياع وفتك وإرهاب أكثر من مفتكو أكثر من مفتكو وعجز مجدد أكثر من مفتكو